أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة حرص مملكة البحرين على مواصلة تبني وتنفيذ المبادرات والخطط الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها من أجل غد أفضل للجميع وأشار سموه إلى أن الشراكة المجتمعية ركن أساسي في إنجاح خطة التشجير في مملكة البحرين وتحقيق التطلعات المنشودة في هذا الشأن بما يسهم في بلوغ الأهداف المناخية ويدعم مبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياة الكربوني التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ويكفل التنفيذ المتقن لتوجيهات صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في هذا الشأن تحقيقاً لالتزامات مملكة البحرين بالوصول إلى الحياة الكربوني بحلول عام 2060 جاء ذلك لدى تفضل اسمه بزراعة عدد من أشجار القرم في سلاح الجو الملكي البحريني إذاناً بتدشين مبادرة قرم البحرين الهدفة إلى دعم الجهود الوطنية لمواجهة تحديات التغير المناخي ومضاعفة أشجار القرم بمعدل أربع أضعاف في مملكة البحرين بحلول عام 2035 وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين حيث أشار سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة إلى الجهود الحثيثة التي يبدلها المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم إلى جانب وزارة شؤون البلديات والزراعة وكافة الجهات المعنية في تنفيذ الأهداف الموضوعة ضمن التزامات مملكة البحرين في مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة وتعزيز التنوع الحيوي وتنفيذ مبادرات الحفاظ على البيئة ودعم جهود استدامة مواردها للأجيال القادمة كما أشهد سموه بدعم قوة دفاع البحرين المستمر لكافة المبادرات التي تستهدف تحقيق الأمن والتوازن البيئي مشيرا سموه إلى أن ما تحقق على مستوى تنفيذ خطة تشجير يستوجب معهم مواصلة زيادة الوعي المجتمعي بشأن أهمية الحفاظ على البيئة عبر التوسع في المساحات الخضراء بمختلف مناطق البحرين ومضاعفة أعداد أشجار القرم وفق الأهداف المرسومة نظرا لما يتميز به القرم من فوائد ودور كبير في مكافحة تغيرات المناخ والحفاظ على التوازن البيئي هذا وقد تم تشين حساب خاص بالمبادرة باسم بحرين منغروف على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بأهمية أشجار القرم وطريقة زراعتها والنصائح العامة بشأنها إلى جانب إبراز جهود مملكة البحرين في هذا المجال